عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في مستهل هذا الاجتماع أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة آليات تشغيل وإدارة وصيانة تلك المنظومة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن مشيراً إلى ضرورة استكمال إنشاء هذه المنظومة وتعميمها على مستوى الجمهورية من خلال ربط جميع المرافق الحيوية بما يحقق أهداف الجاهزية لحالات الطوارئ والحفاظ على السلامة العامة